أشرى عدو الكنيسة بن يمين نتنياهو المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة صباح اليوم بيانا توضحيا بعد التصريحات التي أدل بها ابنه يائر نتنياهو والذي هاجم فيها كبار موظفي النيابة والشرطة ووصفهم بأنهم خانوا الدولة بسبب أنهم أعدوا ملفا ضد والده لمحاكمته بشكل غير قانوني على حد تعبيره وقال نتنياهو الأب أنا أحب ابن يائر الذي هو شخص مستقل له أراءه على الرغم من أن كل إنسان حر في تعبيره وانتقاده إلا أنني لا أوافقه الرأي بما قال جدير بالذكر أن هذا هو البيان التوضيح الرابع الذي نشره نتنياهو خلال ساعات بعدما نشر بيانات توضحية بعد تصريحات عدوتي الكنيسة أوريت ستروك وسمحا روتمن بشأن قانون التمييز وإذا أهد المشهد يطرح السؤال كيف سيقود نتنياهو الحكومة الجديدة وكيف سيسيطر على شركائه من اليمين وهل سيكون قادرا على إدارة ائتلاف حكومي كهذا على صعيد متصل أعلن ياريف ليفين عن نيته الاستقالة من رئاسة الكنيسة وذلك تمهيدا لتسليمه منصبا وزريا في الحكومة القادمة على ما يبدو منصب وزير القضاء كما أعلن ليفين عن عقد جلسة خاصة للكنيسة ظهر يوم الخميس القريب لعرض تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة نتنياهو بشكل خادع لمصادقة اللجنة المنظمة في الكنيسة للحديث عن هذا المشهد ينضم إلينا في بث حي ومباشر المحلل الحزبي والسياسي المحامي عادل إبدير أهلا ومرحبا بك أستاذ عادل إبدير بسرخير أهلا وسهلا بك وأهلا وسهلا بك أولدك من البلاد الحجازية إن شاء الله شكرا لك المحامي عادل إبدير قبل أن أتحدث عن المشهد السياسي أنت من كفر قاسم كفر قاسم شهدت حدثا غير عاديا في الأيام الأخيرة وأنت مطلع على ما جرى الشرطة وإطلاق النار هناك ماذا لديك اللي تقول عن الموضوع؟ ما أردت أن أقوله كالتالي أن كل حدث يتعلق في الوسط العربي يعني الحكومة والكل السياسيين يعني تكون هجم شرسي على أي حدث ومباشرة تريد أن تعطيه السبغة الأمنية نعم ويعني في النهاية أنا بشوف نوع من هندسة العقلية والتفكير يعني يريدون أن يكون دمن التفكير العام وأنه لا يجب عليك أن تتكلم أي كلمة إلا في الإطار المتفك عليه من هنا أنا ما أعلمه عن هذا الشاب أن هذا الشاب نتحدث عن المرحوم نعيم مودي بدير هذا الشاب يعني قبل أيام اشتراقت قسيمة أرض ويريد أن ينوي أن يبني مستقبله والأمور التي كانت في جانبه بالعمل وكل هذه الأمور أمور طبيعية جدا ثانيا يعني في هناك أمور التي هي مهمة جدا مثلا ليش أو لماذا يعني اختار أن يدعي للشرطة إلى البيت إذا كان يريد أن يعمل عمليات عسكرية فهناك أماكن كثيرة لكي يعمل هذه الأمور وهي أسهل بكثير من هذا الشيء باختصار شديد يعني بقرار من ضابط شرطي خلال نص ساعة كانت كل إسرائيل تسجب وتستنكر وأعضاء ووزراء كأنه كل الكفر قاسم وكل الوسط العربي متهم ويجب أن يزيل الاتهام عن ظهري أنا أقول أنه إحنا لازم برضو يعني يكون عندنا برضو نوع من ناحية الصحافي ومن ناحية كيف نعمل الأمور التي ننقلها للصحافي لازم تكون بشكل ممنهج وبشكل مرتب أن يكون جلسات منظمة من أجل الرد على هذه الأمور بشكل منظمة مرتب ثانيا أنا يعني أقولها بصراحة لم نرى أي عضو كنيسة من الوسطة العربي جاء إلى كفر قاسم من أجل على الأقل أن يفهم وتفهم الأمور التي تجري في كفر قاسم وأن يكونوا بجانب حدث قوي جدا أين تتجدون؟ بقدر ما يتوفر لديك المعلومات وأنت أيضا محامي وتعرف القانون جيدا هل هناك لجنة للتحقيق فيما جرى؟ هل هكذا طلب يطرح من قبل العائلة؟ العائلة أنا كنت مبارع عندهم العائلة تريد أن تعين محامي لهذه القضية وتريد أن تفحص الموضوع على جانبه لأنه كانت هناك أسابقات كقضية أبو الكيعان وقضية الدكتور حمد الله بدير الذي كانت في كريات ملاخي يعني انتهت مرة السحاب للتوضيح الدكتور تعرض لطعن وصيب في كريات ملاخي كفر قصم ما كان لأنه كل كريات ملاخي هو مخربين ويريد أن يكترون العرب وكذلك نحن نريد موازنة في التعامل وأضف إلى قوانية التمييز اللي يعني مطروح على الساحة سنتحدث عنه أفع من حديثك أنكم تريدون الحقيقة نعم الحقيقة هو فقط نعود الآن إلى الملف السياسي نتنياهو يعني مش ملحك بيانات توضيح سواء من عنده في البيت من ابن يائير اللي هاجم النيابة والشرطة والآن أيضا النواب اللي سيستلمون مناصب وزرية على ما يبدو برأيك كيف سيدير نتنياهو ائتلاف كهذا؟ أولا يستحق لك برئيس الوزراء التوضيح يعني حتى الآن نعم وهو يعني مش ملحك توضيحات على الأمور التي تخرج من ستوك وروتمان وباقي الأحزاب من التسيون الداتيت نعم وهذه التي تريد أن تفرد رأيها على المجتمع الإسرائيلي والعربي في شتة المجالات ولكن ما أقوله أنه يعني كل فيلها تبعيات على المجتمع العربي عامة ولكن أين نحن كمجتمع عربي في ظل هذه الهجمة التي من الطبيعي جدا حكومة يمنية متطرفة تريد أن تطبق القانون والقوانين هذه الموجودة أكثر المتضررين في هذا المجال هو الوسط العربي إذن السؤال الذي يطرح نفسه هل لجلة المتابعة التي هي في صبات عميك وعضاء الكنيسة ورؤوسات السلطات المحلية والجمعيات الفاعلة هل حضرت نفسها لأمور ما بعد إقامة الحكومة؟ هل وضعت استراتيجية أو خطة معينة لكي تكافح هذه الأمور؟ أريد أن أوضح المحامة عادل إبدير في قناتها لفور صدور النتائج واتضاح أن بنكفير سيتولى منصب وزير وكل هذه الأمور كان جس نبد مع رؤسات السلطات المحلية هناك فروق في الموقف شهدنا موقف رئيس بلدية شفا عمر الذي دعى بنكفير لزيارة المدينة هناك رؤسات السلطات المحلية رفضوا الحديث عن الموضوع في هذه المرحلة وهناك من قالوا أن نحن نتعامل مع مؤسسات وليس مع أشخاص برأيك هذا التفاوت في المواقف هذا الاختلاف في المواقف هل هو صحي للمجتمع العربي وهو مطلوب أم أنه يجب أن يكون موقف موحد لكل رؤسات السلطات المحلية في هذه المرحلة أنا أؤمن بالتخطيط والجلوس في جلسات سلطات المحلية العربية لأهم أسسي وكان يجب على مدر يونيس أن يدعو كل سلطات المحلية العربية إلى حوار حول الموضوع هذا ويستخلص النتائج وإذا خرجوا بطريقة معينة أنه كل بلد تتصرف بشكل مستقل فليكن إذا كانوا مثلا بنا نحن نشوف مثلا ننتظر شوي ما حدا يعمل أي خطوة حتى نرى ما إلى أين الأمور تسير ماشي ولكن هناك يجب أن يكون شيء منظم المشعش هوائي يعني كل واحد شو ما بتفكر بعمل زي ما بده وهذا أعتقد بدر بالنهاية على المواطن العربي هذا أنا اللي بدي أضككه بدي أعني الرسالة بدي أوصلها للقيادة العربية أو للناس اللي يعني بقولوا أننا مهتمين بالقضايا المحورية في الوسط العربي يعني كيف تهتم وأنت تجلس في البيت ولا تعمل شيئا طلعتنا الإعلام العبري الإسرائيلي في الأيام الأخيرة بأن هناك نتنياهو يسعى لتحقيق اتفاق سلام مع المملكة العربية السعودية وأنه مثل هذا الاتفاق قد ينهي الصراع العربي الإسرائيلي مع وضع الملف الفلسطيني جانبا ولكن أيضا في ثنايا الأخبار أن المملكة العربية السعودية ترفض حاليا مثل هذا الاتفاق طالما أنه لا يوجد حل للقضية الفلسطينية سؤال يعني نتنياهو بإيش ولا بإيش مشغول يعني هو يسعى إلى سلام على المملكة العربية السعودية ولكن شركاءه على أي سلام سيوفركون يعني إذا كان هناك طرح للقضية الفلسطينية في هذه المرحلة باعتقاد إلى ذلك ولا ذاك نتنياهو يعلم جيدا الهجم العالمية على تركيبة الحكومة الحالية ولكن ماذا يريد أن يفعل هو ذهب إلى سلسلة لقاءات عالمية نعم صحيح وطرح موضوع السلام المواضيع يعني يظهر أن الحكومة الحالية هي تأتي بسلام وتريد أن توسع المشاريع السلمية يعني هو نوع من المراوغة أو يعني إعطاء العالم أنه صورة ثانية كليا ولكن في حقيقة الواقع نعلم أنه يعود إلى الحكومة وسوف يكون أمامه سموتريتش بنيكفير وستروك وكل هذه التي تريد أن تنهج وتريد أن تأخذ الكثير من المصادر أو من مقومات الدولة وبناء سلك تعليمي واستثمارات وأمور أخرى كثيرة لجالب لكي أخذ الدولة إلى يهودية الدولة أكثر منها ديمقراطية نعم اليوم بقضية يهودية الدولة عدو الكنيسة النائب أيمن عودي من تحالف الجبهة والعربية التغيير تحدث بأنه اليوم نحن اليوم الثاني لعيد الميلاد المجيد وأنه الكنيسة تعمل في هذا اليوم وهذا هو نتاج دولة اليهود على حد تعبيره هذا جوبها بمعارضة من مشيقفني برأيك كيف على النواب العرب أنت تحدثت عن رؤساء السلطات المحلية العربية كيف على النواب العرب ونحن مع قائمتين يعني كيف عليكم التصرف الآن مع حكومة نتنياهو؟ الصراحة أنا إلي في موقف في هذا الموضوع قبل يعني في الحكومة السابقة كان هم المشتركة أن تسقط الحكومة نعم أسقطنا الحكومة وجينا على حكومة أكثر تطرف حاليا في قائمتين عربيات موجودات في الكنيسة اللي بسمعهم منهم أنه كل واحد بشتغل على حدة يعني ما فيه تنسيق يعني المشتركة الفترة السابقة كانت تنسيق بين مع الليكود ومع كلهم على أساس إسقاط الحكومة يعني تعاون معهم على أمور كثيرة من باب أولى أن تجلس القائمتين الموحدة والجبهة والعربية للتغيير إلى إيجاد سيغة معينة لعلها تكون لبنة أولى وأساس جيد متين على أنه كيف نمكن أن نعمل مع بعض من أجل العمل داخل البرلمان وخارج البرلمان أنا أؤمن كما كان يعني اليوم إذا نحن نرى الكثير من العمل حتى في الجسور وفي الشوارع بداية المظاهرات يعني ضد المستشفيات إذا توقفت العربية ويهودية إذن لماذا لا يكون من الآن تخطيط يعني مش في نفس اللحظة نقول يلا بدنا نطلع مظاهرات يكون تخطيط وتعبئة إذا احتاج الوسط العربي من أجل الحفاظ على حريته وعلى كرامته وعلى حقوقه المدنية في دولة إسرائيل وعلى موقع وأن لا يكون مواطن درجة خامسة وسادسة أن نكون جاهزين بالتعاون مع القوى الديمقراطية اليهودية من أجل أن نكون معا من أجل الحفاظ علىها حقوقنا في هذه الدولة قبل أن نستمر في هذا الحوار أريد أن نشاهد مقطع فيديو من إعلان رئيس الكنيسة الحالي ياريف لفين وإبلاغه لنواب والأعضاء في الكنيسة عن جلسة يوم الخميس القريب لعرض التشكيلة الحكومية وحكومة نتنياهو الجديدة لنستمع لأقوال ياريف لفين חברות וחברי הכנסת היום, יום שני, בית בית אבד התשפג 26 בדצמבר 2022 אני פותח את הישיבה מפתח את הישיבה בהודעה אבקש להודיעכם כי בהתאם להוראה צעיף 13 לחוק יסוד הממשלה ראש הממשלה מיועד, חבר הכנסת בנימין נתניהו הודיעה לנשיא המדינה ולי כי עלה בידו להרכיב ממשלה בהתאם להוראה צעיף 13 אמור תיקווה ישיבה לצורך כינון הממשלה בתוך שבעה ימים כלומר עד ליום ב' תת בית אבד תשפג 2 בינואר 2023 בהתאם לכך אבקש להדכתכם כי בכוונתי לבקש מהוועדה מסדרת לקבוע כי הכנסת תכונס לישיבה מיוחדת לצורך דיון והצבעה בדבר כינון הממשלה ה-37 וזאת ביום חמישי היי בטבע תשפג 29 בדצמבר 2022 בשעה 11 בבוקר כנעבקש מהוועדה מסדרת לקבוע סדרי דיון לישיבה זו הסקמים קואליציוניים נוספים בקשר לקינון הממשלה שימסרו למזכיר הכנסת יובאו בפניכם כדים עד كان חברות וחברי הכנסת ההודעה إذן كان هذا إبلاغ من יارיב לבין רئيس הכנסת الذي ينوي الاستقالة من منصبه لأنه في הכנסת بأنه يوم الخميس سيتم عرض تشكيل الحكومة الجديدة حكومת נתניהו الجديدة على הכנסת والمحام عادل إבדיר ليس هذا المشهد أظن اللي أرادו נתניהו نحن اليوم ستة وعشرين اتناش نتניהו أخذ التكليف من رئيس الدولة هيرتزوج ثم استنفذ المهلأ القانونية وطلب تمديداً طلب أكثر من عشرة أيام رئيس الدولة منحه عشرة أيام لا أظن أن نתניהו في إعلانه عن الفوز الكبير ليلة الانتخابات كان يريد مثل هذا المشهد كان يريد تشكيل حكومة بعد أسبوع من الانتخابات نعم بالضبط نتניהו فكر أنه كما كانت في الأمور السابقة يعني جيش يسمع الحرديم المتدينين وباقي الأحزاب لأنه معهم ويتكلم معهم يعني أمور بشكل يعني بسيط وخلال أسبوع زمان كل الأمور تنتهي ولكن هو لم يفكر أو لم يسمع سموترج عندما كان أنه ونعته بكلمات قاسية جداً أنه كاذب ابن كاذب هناك يعني الأمور السامح عليها كان سامح أه من الناحية السياسية ولكن كان من الواضح أنه في أسبب الثقة بين نتنياهو وبين الشركاء هم لا يعني يعني بركنوش على نتنياهو ويعني فيش عندهم الثقة أنه بعد ما تقوم الحكومة أنه يلبي كل الطلبات. ولذلك أرادوا أن تكون كل الاتفاقيات المطروحة وكل كيفية تنفيذها أن تكون قبل الكنيسة. لهذا الأمر تحتاج أولا نيكولت رئيس كينيسة ومن ثم تعيين رئيس كينيسة الثاني والبدء في سلسلة القوانين المتتالية من أجل موضوع درعي من واجل موضوع ابنكدير واسموتريج والآن سمعنا عن كسط التمييز والمستشارة القضائية للحكومة أمور كثيرة جدا. لذلك هذا الأمور. إزالة على ذلك أنه كانت لهم بدهم شغف كبير ومتعة كبيرة من الطلبات الكبيرة. وهذا أعتقد أنه دل على ضعف نتنياهو. وهذا نتنياهو ربما الجيل والوضعية الموجودة فيها حطته في موقف أنه يحط صح على كل الطلبات اللي أعطيهم إياه. بالرغم أنه قال أنه ربما أن كل هذه لن تنفذ في المستقبلا. وهذا نعود أنه نتنياهو ليس بالإنسان المؤتمن على كل ما يتفق معه وما يختم معه. برأيك هل ممكن أن حكومة نتنياهو أن تستمر لدورة كاملة؟ أم إزاء هذا المشهد اللاثقة بين الأطراف فيها ممكن أن تقودنا إلى انتخابات مبكرة؟ برأيك هناك شغلتين مهمات جدا في هذا الموضوع. أولا موضوع ضم مناطق مناطق سلطة الفلسطينية. نعم. يعني من مناطق السلطة الفلسطينية من منطقة سي بالذات أو منطقة نهر الأردن الأغوار على أساس ضمها إلى داخل إسرائيل. هذا ممكن أن تنتج يعني ضجة عالمية كبيرة. أثنين. أعتقد أن الأهم من هذا أن وجود مثل بنكفير واسمترج. إذا بنكفير كوزير الأمن القومي ذهب إلى زيارة استفزازية في القدس والحرم القدس الشريف. هناك ممكن الأمور أن تخرج من السياق وممكن أن تكون هناك تبعيات كثيرة جدا. هل قد يقودنا ذلك إلى انتفاضة مثلا؟ مثل ما حدث عند زيارة شارون إلى المزيد المقصر؟ ممكن. ممكن كثير لأن هنا فيه كثير قوة محلية وإقليمية وداخلية يعني لا يعني بأي شكل من الأشكال لا تقبل أن يعني الوضع القائم في الأقصى أن يكون هناك صلاة مثلا. صلاة داخل الأقصى. للأقصى. للأقصى. الأقصى هو مصلى ومكان مقدس للمسلمين فقط. هذا أمر بالناحية الثاني فيناك أمر قوي جدا. بالنسبة لتحركات اليمين المتطرف في مجال في مجالات الحياة اليومية اليهودية. بالنسبة شفنا اليوم أنه ليس ملزم كل طبيب أن يقدم علاج لأي إنسان. سمعنا أمور بهذا الاتجاه اللي هي ممكن لا يتقبلها العقل أو ممكن إذا هو مثلي ما بديش أعطيه مساعدي. أو في موضوع التعليم. هناك موضوع التعليم. هناك أمور متفجرة. مثل أنه نقل التعليم من تعليم اللي هو يكون رئيسي ورسمي عن طريق هذا يكون عن طريق الأحزاب الحريدية وعن طريق المساواة وضع التعليم في المؤسسات التعليمية اليهودية المتدينة بالتعليم الرسمي الإسرائيلي. أريد أن أسألك قبل أن ننهي كيف على القيادة الفلسطينية المتمثلة في الضفة الغربية في الرئيسة الفلسطيني أبو مازن محمود عباس. وفي حركة حماس المسيطرة على قطاع غزة والتي تدير شؤون القطاع منذ سنوات. كيف عليهم التصرف إذا حكومة نتنياهو القادمة؟ باعتقادي أنا يعني بجزء بدهي أنا أريد أكترح أكترحه شوي يعني في نوع من التفكير خارج السندوق صحيح أن السلطة الفلسطينية يعني عارضت على اتفاقيات أفرهام ويعني رفضت كل الأمور اللي حصلت. أنا باعتقادي أن السلطة الفلسطينية مع منظمة التحرير الفلسطينية حتى مع حماس يجب أن يتوجهوا بزيارات مكوكية إلى السعودية وإلى دبي وإلى قطر وإلى أغلب الدول العربية وجولة مكوكية إلى أوروبا من أجل يعني تنصيق على عمل إقليمي محدد ومنصق كيف التعامل مع هذه الأمور لأنني لا لأعتقد بأن السعودية تتقدم نحو اتجاه سلام بدون الفلسطينية وهذا ما يجب أن يكون يطلبه الفلسطينيون من من دولة إسرائيل نحن نريد السلام ولكن القضية الفلسطينية أولا لأنها هي البوابة القبرى للسلام في كل المنطقة أريد أن أشكرك أن محمد عدل إبدال محلل سياسي وحزبي شكرا على حضورك لستوديو قناة هلا أهلا وسلم أهلا وسلم أهلا وسلم ترجمة نانسي قنقرى